طريقة حل سؤال التعبير للمراحل الثانوية طريقة بسيطة حق الإنجليزيتهم ضعيفة هذا شرح مبسط ويكون مفهوم للكل إن شاء الله أول شيء لازم أركز عليه أنه في الاختبار نفسه لما نهي عند سؤال التعبير لازم أركز على شغلة ألا وهي أنه المطلوب مني من التعبير راح أكون بعد الجملة هذه لما يقول لي أكتب مثلا 12 جملة 140 كلمة بعدها راح أكون شيء خط أريض يكون مطلوب في الفكرة الأولى والفكرة الثانية هذا الموضوع الأساسي مثلا يقول لي شنو Renewable energy is clear on air when it comes to boosting the economy هذا كل كلمة يعني زيادة علي بالأساس الأول Renewable energy الطاقة المتجددة تمام هذا حق الصفل عاشر فيقول لي مثلا plan and write an essay of not less than 12 sentences 12 جملة ما يقل عنها أو 140 كلمة بعدها لا طول عندي الفكر الرئيسي الأولى ألا وهي شنو persuading people around you of the benefits of using alternative sources of energy وقفيني persuading people شنو يعني persuading persuading كل ماذا ما فونتم أخذينها تعفون معناها persuading اللي هو أن أنا أقنع غيري أعطيهم أسباب وحاول أقنعهم تمام people اللي هو يجمع person اللي هو الناس يعني around you حوالينك of the benefits benefits يعني شنو فوائد using استخدام alternative alternative يعني شنو أشياء ثانية خيار ثاني مثلا sources هي مصادر of energy حق الطاقة يعني شو مثلا احنا شونا عندنا بالكويت مثلا نستخدم الكهرباء أو نولد طاقات الكهرباء عندنا مثلا الجنراتر وهذا وإلى آخر فيه الحل ثاني اللي هو شنو solar panels اللي هي الألواح الطاقة الشمسية تمام هذا النقطة الأولى persuading people around you of the benefits of using alternative sources عندي and the ways to reduce the energy used nowadays طبعا نقلل فيها كمية الطاقة اللي نحن قريستخدمها اليوم تمام تمام انزيل ني عند الموضوع الكتابي الحين أنا شون بكتب كالعاتي ني الحين عند مقدمة تمام أنا الحين هذا طبعا مو حق الـ outline الـ outline شي والتعبير شي الـ outline ها حكون تقبينا عليه درجتين بس حق الـ أتوقع جميع المراح ها حكون عليه درجتين بس والباجر ها حكون على عشرة درجات فهذا حق نقدر نستخدمي نعم حق المقدمة وعفوا الـ outline بس هذا أساسا اللي بشرح لكم يا الحين أساسا حق التعبير الأساسي تمام عشان ما حدي خلي السؤال فاضي أول شي عندي الـ hook الـ hook الـ hook الـ hook الـ hook الـ hook يكون على هاي السؤال يجذب الانتباه أو جملة تجذب الانتباه تمام أنا موضوع يقلنا يتكلم عن شنو renewable energy صحيح حلوين أنا أخذ اسم الموضوع فأي عن شنو did you know that not everyone is aware of اندي اسم الموضوع تمام renewable energy أكتبها هاين أكتبها هني did you know that not everyone is aware of renewable energy وحط على ما تستفهم ما تستفهم لي هذي حق يعني مثل ما قلنا شي إنه يجذب الانتباه مو هو سؤال أساسي يعني aware يعني يعلم يعني هل هذا السؤال اللي أنا قاد يقول هل تلم إنه مو الكل على دراية إنه في طاقات متجددة إن زي هذا بدأ عندي شنو هذا thesis طبعا أنا مطلوب مني شنو مطلوب مني hook مطلوب فيه عندي introduction بعد فالintroduction أنا وين أكتبه عقب ما أخلص الhook أكتب يما على طول شنو هو renewable energy يكون كالاتي دائما لما أنا بي أكتب الintroduction الintroduction يكون what is سؤال أنا إعجابه what is renewable energy شنو هي renewable energy فهني أنا أكتب من أسلوب الخاص المقدمة renewable energy إنه طاقة مستحدثة إلاخية بلا 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 إلاخية كل واحدة بحسب خلفيتها تمام هذي المقدمة المقدمة تتكون متى تتزاء الhook الintroduction والثيس نزي خلصت من الintroduction طبعا الwhat is هذا أنا ما أكتبه الانتحان لا هذا تسألون بينكم بين نفسكم شدي عشان تعرفون الجوابون على السؤال كل يكون نيام بعض مغير مغير فراغات ولا أي شي فواصل نعم بس ما أطو فستر لأن هذا كل يعتبر شنو introduction نزي نيام بعدين شنو آخر النقطة بالintroduction الألوهية الثيس statement التعبير هذي بتكلم عن شنو خلاص شنو شنو حيغ الطيلي ما يسي كون طو جنر والتو specific يكون ما بين الاثنين The following I said التعبير الموضوع الآتي We'll discuss and talk about very important information regarding the topic تمام أن هذا هذي تكلم اكتبس بموضوع هيا أو اذا فهمنا نو شلو نو نو هذي عفون شنهي النقطة الأولى وش النقطة الثانية مثل ما قلنا لهم وشنو الهني perspading people around you of benefits of using alternative sources وبعدين ways to reduce energy use nowadays فعنا أقدر أحط بدال topic بلال the topic أحط هني مثلا regarding النقطة الأولى ونقطة الثانية لسهذا أنا أخسر أبي شي بسيط فهني أنا أرجع وحط شنو أرجع وحط اسم العنوى مرة ثانية ألا وهو رنوب الأنيرجي تمام the topic هذا أشيلها يا أنه حط اسم الموضوع يا أنه خلي the topic واحدة مثلتين ما يستخليهم اثنينهم تمام إما هذه أو هذه ما يستخليهم اثنينهم ويا بعض تمام نيعين شنو body الأول البادي الأول إحنا عرفنا وحن نقطلنا بها ألا وهي وحتكون هذه persuading people using alternative sources of energy تمام persuading people around you of the benefits أنا أقدر أختصر واخذ شنو بس the benefits of using alternative sources of energy بس طبعا لازم أذكر النقطة هذي إن شنو أقنع الناس شنو فايدتها تمام لأن هذا مطلوب مني جزء مهم فلما أي عند التعبير يقول لي مثلا the first idea الفكر الأولى that will be discussed about the topic is الفكر الأولى أيها شنو هتكون عندهني الفكر الأولى راح تكون كالآتي is the benefits of using alternative sources of energy تمام وحط نقطة وكمل عكز وياي لما أنا أخلص من المقدمة تمام خلص من مقدمة لما أخلص أحط full stop أوكي وبعده شنو أطوو فسطر لازم أطوو فسطر بعدين بلش body 1 ما أكتب بالتعبير لا أطوو فسطر هذه طريقة عشان المدرسين لما يقرون أو يصلحون يعرف يميز أنه والله اللي فوق هذا كل الintroduction واللي تحت هذا body 1 أنا أطوو فسطر ما يصير أنا أكتب أحط نقطة وكمل اليوم أحط body 1 لا هذا صار paragraph هذا صار فقرة ما صار تعبير فلما أخلص أنا الثلاث نقاط بالمقدمة اللي هو الهوك والintroduction with thesis أحط نقطة أطوو في سطر أبلش body 1 ما أكتب body 1 أبلش كتاب على طول تمام ولا ننسى أول حفل لازم يكون دائما capital بعد النقطة أو في بداية سطر يدي but the first idea that will be discussed about the topic is the benefits of using alternative sources of energy حلوين وابلش بعدين أكتب النقاط اللي أنا أعرف عن النقطة هذه شلي أنا أعرف أكتب تمام زين خلاص نرحي من هذا كتبت كلام أن مثلا النوب مثلا solar panels water power الى آخر الكلام كتب لما أخلص بعدين شنو يسوي هم طا وسط وارجع بعدين حين من شنو body 2 okay furthermore زيادة بعد the second idea which will be discussed in regards of the topic is انزين شنو الفكر الثاني الحين لعندي آمه احيان أخلص من الفكر الأولى وعرف شنو مطلوب انزين شنو الفكر ثاني لما أرجع هني رح لاحظ شنو كلمة أنت أغلب بلاحيان كلمة أنت ما أحكون شيء بالخط العريق أحكون شيء حالا حال الكلام هذا فهذي طريقة يساعدونكم وانتم يطلب انتميزون بين النقطة الأولى ونقطة الثانية فالحين شنو أشيل كلمة ذا ما أحتاجها أحط على طول الكلام المطلوب ways to reduce the energy used nowadays شنو يعني معناها طرق أني أقل الاستخدام أو استهلاك الطاقة المستخدمة اليوم تمام هذا بضي تو أحط فاصلة أو أحط full stop شنو يفرق بين الفاصلة والfull stop الحين لما أحط فاصلة معنات أنه أنا أحكمل على نفس النقطة أحكمل أضيف عليها معلومات إذا حطيت full stop معنات أنه أنا أحبلش في فكرة رئيسية ثانية إذا كانت فكرة جزئية فأنا ستكون تبع الفكرة رئيسية هذا تعتبر فكرة رئيسية فأحط فاصلة وأكمل بالمعلومة اللي أنا أبيها خلص المعلومة المرتبة عنها أحط نقطة ثانية أحط أنا full stop شوان أنا أقدر أقنع الناس مثلا مثلا والله هذا شي جيد مثلا أقول مثلا حيوفر علي الاستهلاك التكلفة الجهد على المصانع إلى آخره هم رح يكون شي مصادق للبيئة والشي ثاني مثلا يقول ويستور أدوس الإنيرجي مثلا يقول والله تتحرك الأموات عندما تتحرك المنزل لا تتحرك الأموات على كل اليوم يعني شوان يعني لا تخلي اللي تتشغل طول اليوم لا تخلي تكيف شغال طول اليوم أستخدم أو أخلي الأشياء الكهربائي أشغال بس اللي أنا قاعد أستخدمها أي شي ما أستخدمها أعي ترن it off تمام؟ هذا طبعا طبعا ليش ما بيكتب لكم المعلومات هنا؟ أولا هذا الموضوع من الفيديو يشرح لكم بس أنا شون أطلع الأفكار رئيسية من موضوع التعبير وحل ومنع أن هذا التعبير فعلا هو اللي راح ييل يغنبوه لأنه يرجي الله أعلم مواضيع عاشر وداعش اثنين تختلف عمال ولكن نفس الصيغة راح يلكم شدي تمام؟ يقول لكم مطلوم لكم عدد كلمات بعد رقم هذا راح يكون الموضوع المطلوم لديكم النقطة الأولى و النقطة الثانية تمام؟ يحطو لكم بدين your topic should include an introduction two body paragraphs and conclusion نزيل نية عند آخر نقطة ألا وهيش الخاتمة الخاتمة شون أكتب فيها الخاتمة خلاصة الموضوع هذا كله تمام؟ مثال finally عندي finally عندي all in all أكتر من كلمة بس إحنا مثل ما قلنا نبي شي بسيط بيكون مفهوم للكل أي طالب حتى لو انجليزيت ضغيفة يقدير ما يشي حاله على قوت مني يحفظها و يكتبها تمام؟ finally to conclude all the information that has been mentioned within the previous paragraphs I think it is important to understand the topic more before making any verdict verdict يعني شنو final decision قرر نهاي but in my opinion it is very useful and important to have awareness about it okay هذه خاتمة أكتبها مثل ما هيه إذا أنا بي شي أمشي حالي على قولتهم أي نعم أقدر أضيف ملومات من عندي أنا إذا فاهم الموضوع أقدر أضيف من عندي ولكن هذه الطريقة حق الإنجليزيت الضغيفة اللي يبي شي بسيط تمام؟ هذه الخاتمة تمشي حق كل المواضيع أغلبها تقريبا لأن الأغلبها سيكون فيها مقارنة تمام؟ فهذا اللي يكون شنو مكتوبة هنا إنه لا هو ضد ولا هو معه ولكن مثلاً لو نكون موضوع تتكلم عن سلبيات ما يصح نقول اوح نمع الموضوع هذا يعني نشجع سلبيات ما يصير فهذا أنا تكاتب لكم ياه بطريقة إنه تنفع للاثنين تمام؟ سواء إذا كانت تتكلم عن سلبيات أو إيجابيات فهو الخلاص يقول لك to conclude the information خلاصة الموضوع كله ثم أعتقد أنه مهم أن نفهم الموضوع أكثر أنا أظن أنه مهم أن نفهم الموضوع أكثر قبل أن نتخذ أي قرار نهائي ولكن في رأي شخصي إنه مهم مهم أن يكون في عندنا خلفية عن الموضوع تمام؟ شذي إحنا ختمنا موضوع التابير شونا حل التابير؟ أتمنى لكم التوفيق ومع السلامة